مؤشرات خطيرة على تنامي وتعاطي المخدرات في العراق كشف عنها مختصون في مجال مكافحة المخدرات تؤكد زيارة انتشاري وتعاطي المخدرات والأقراص والعقاقير المخدرة بين طلبة المدارس لا سيما في محافرة ذيقال ممثل تربية المحافظة قال أن كميات المخدرات التي تدخل العراق باتت أكبر من السابق لتبلغ في بعض الأحيان أطنانا يتم تمريرها عبر المنافذ والموانئ العراقية وفي محافرة البصرة كشف في وقت سابق الشرطة المحافظة رشيد فليا أن البصرة تعاني من شيوع المخدرات بكافة أنواعها وأن إيران هي الممر الرئيس لها إلى المحافظة ومنها إلى بقية المحافظات العراقية أعلن ناوة بكل صراحة أن المخدرات التي تأتي إلى البصرة بنسبة 80% من الجانب الإيراني وطالب بقوة إنزال عقوبة الإعدام بحق التجار الكبار أما ديالة فقد أصبحت هي الأخرى ممراً للمخدرات القادمة من إيران بحكم موقعها القريب من إيران إذ يتم عبور 10% من المواد المخدرة من خلالها جزء كبير منها يستهلك داخل المحافظة نفسها مفوضية حقوق الإنسان في العراق كشفت أيضاً أن المخدرات في العراق أصبحت ظاهرة تهدد الأسرة والمجتمع إذ وثقت إفادات أكثر من 100 متعاطن وتاجر للمخدرات ليظهر أن نسبة تعاطي الذكور للمخدرات تفوق 90% مقابل 10% للإناث وما يزيد الطينبلة أن العراق قد دخل مرحلة متطورة تغني عن استيراد المخدرات من إيران في المستقبل وأن المخدرات صارت صناعة محلية بعد انتشار زراعته في محافظات ميسان والقادسية وديالة والسليمانية بحسب تقرير للجنة الأمن والدفاع البرلمانية في الدورة السابقة